بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأهتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل وصلاة وأهتم وتسليم أبناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات معكم وعلمكم للأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلي للأستاذ عماد الذويب بمشيئة الله نستكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات لصف الرابع الابتدائي ودرسنا اليوم يوم أبدعين ويوم أبدعات هو طرح الكسور العشرية إذن فكرة درس اليوم أطرح الكسور العشرية ننتقل وإياكم إلى فقرة أستعد وهنا أبناء بناتي يقول إذا كانت كتلة دماغ الشخص البالغ حوالي 32 جزءا من 100 كيلو جرام وكتلة دماغ الطفل حديث الولادة حوالي 39 جزءا من 100 كيلو جرام فما الفرق بين الكتلتين إذن أبناء بناتي في هذا الاستعداد نحتاج أن نوجد ماذا؟ الفرق بين الكتلتين إذن أقوم بطرح 39 جزءا من 100 من ماذا؟ من 1 و 32 جزءا من 100 طيب يا أبطالي أقول في النشاط السابق استعملت النماذج لطرح الكسور العشرية نتذكر في النشاط في الدرس السابق أبناء بناتي ننتقل الآن إلى هذا المثال وهذا المثال من واقع الحياة وهو امتداد للإستعداد بارك الله فيكم هنا يقول بارك الله فيكم ما الفرق بين كتلة دماغ الشخص البالغ وكتلة دماغ الطفل حديث الولادة؟ إذن أبناء بناتي الخطوة الأولى أرسم نموذجا يمثل 31 و 32 جزءا من 100 على شبكة أجزاء المئة إذن الواحد هنا ماذا يمثلها؟ مبدعين نموذج كامل هنا بمئة جزء تم تضليلها بالكامل صح أو لا؟ مبدعين طيب 32 جزءا من 100 على شبكة أجزاء المئة سأضليل كم؟ 32 يا أبطال إذن لدينا هنا 1 و 32 جزءا من 100 هذه الخطوة الأولى طيب الخطوة الثانية يا أبطال الآن في الخطوة الثانية أبدأ أطرح طيب يا أبطال أبدأ أطرح كم؟ 39 جزءا من 100 إذن هنا كم يا أبطال؟ هنا 32 جزءا من 100 تم طرحها بالكامل ومن ثم أكمل 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 إذن بهذا الشكل طرحنا 39 جزءا من 100 كم المتبقي يا أبطال؟ المتبقي هي هذه الأجزاء يا أبطال ها كم؟ 93 جزءا من 100 لدينا كم عمود؟ 9 أعمدة كاملة والعمود العاشر به ثلاثة إذن 93 جزءا من 100 إذن بهذا الشكل توصلنا إلى الإجابة نستطيع أن نقول أبنائي وبناتي إذن كتلة دماغ الطفل حديث الولادة أقل من كتلة دماغ الشخص البالغ بـ 93 جزءا من 100 كيلو جرام ننتقل الآن إلى المثال الآخر من واقع الحياة متوسط طول أفعى الباثيون الصخرية 37 و38 جزءا من 100 متر ومتوسط طول أفعى الكوبرا 5 و31 جزءا من 100 متر كم يزيد طول الباثيون الصخرية على طول الكوبرا؟ إذن أبنائي وبناتي حتى نجيب لدينا أولا أوجد ناتج الطرح 37 و38 من 100 مطروحا منها 5 و31 جزءا من 100 إذن أبنائي وبناتي نبدأ بالتقدير فأقوم بالتقدير على الشكل التالي 37 و38 مطروحا منها 35 و31 أقرب أبنائي وبناتي 37 و38 إلى أقرب عدد صحيح فيكون 7 و5 و31 إلى أقرب عدد صحيح فتكون 5 7 مطروحا منها 5 تساوي مترين إذن هذا التقدير أبنائي وبناتي نبدأ بخطوات الحل ونقول هنا أبنائي وبناتي الخطوة الأولى 37 و38 مطروحا منها 35 و31 أقوم بترتيب الفواصل العشرية تحت بعض أبنائي وبناتي لاحظوا الفواصل العشرية تحت بعض الأحاد تحت بعض أجزاء العشرة تحت بعض أجزاء المئة كذلك تحت بعض الآن ترتبت هذه في الخطوة الأولى الخطوة الثانية أبدأ بالطرح فأبدأ من أصغر منزلة أجزاء المئة 8 مطروحا منها 1 تساوي كم؟ 7 بارك الله فيكم الآن ننتقل للمنزلة التالية 3 مطروحا منها 3 تساوي صفر الآن وصلنا إلى الفاصلة تنزل الفاصل أبنائي وبناتي هنا الآن الأحاد 7 مطروحا منها 5 2 بارك الله فيكم إذن بهذا الشكل توصلنا للإجابة إذن أفعى الباثيون الصخرية أطول من الكوبرا بمقدار 2.7 أجزاء من 100 متر إذن بهذا الشكل أجبنا على هذا المثال ونستطيع أبنائي وبناتي أن نتحقق من إجابتنا بهذا الشكل النتيجة 2.7 أجزاء من 100 قريبة من التقدير الذي وضعناه في بداية الإجابة وهو مترين لذا فإن الإجابة معقولة وبما أن 2.7 أجزاء من 100 مضافا إليها 5.31 جزءا من 100 تساوي 7.38 جزءا من 100 فإن الإجابة صحيحة إذن بهذا الشكل تحققنا من إجابتنا وننتقل وإياكم إلى فقرة تأكد أوجد ناتج كلا مما يأتي واستعمل التقدير أو الجمع للتحقق إذن يا أبطال الآن تفضلوا وأجيبوا على السؤال الأول ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين وصلتوا لجابة بارك الله فيكم إذن نبدأ الآن بالطرح نطرح المنزل الأصغر وهي أجزاء العشرة أربعة مطروحا منها صفر يساوي أربعة بارك الله فيكم الفاصلة تنزل الآن أبنائي بناتي الآن نطرح الأحد من الأحد واحد مطروحا منها واحد يساوي صفر إذن الإجابة هي أربعة أجزاء من عشرة إذن بهذا الشكل توصلنا إلى الإجابة تبقى أن نتحقق من صحة إجابتنا لدينا طريقتين إما استعمال التقدير أو الجمع في هذا السؤال سوف أقوم بالجمع فأقوم بجمع أربعة أجزاء من عشرة مضافا إليها ماذا أبنائي بنات العدد المطروح وهو واحد الآن نجمع أربعة زائد صفر تساوي أربعة الفاصلة تنزل هنا صفر زائد واحد يساوي واحد الإجابة هي واحد وأربعة أجزاء من عشرة وهي مطابقة للعدد المطروح منه إذن إجابتنا صحيحة ننتقل إلى السؤال الثاني وتفضل يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين نبدأ بارك الله فيكم إذن الآن نتأكد الفاصلة بارك الله فيكم تحت الفاصلة وكل منزلة تحت المنزلة التي تقابلها صح ولا لا بارك الله فيكم طيب هنا أجزاء المئة هنا تسعة ولكن هنا لا يوجد شيء صح ولا لا إذن ماذا نضع فيها إبطال مبدعين نضع فيها صفر بارك الله فيكم إذن هنا ستكون أجزاء المئة كم؟ صفر بما أنه ما فيها شيء صفر مطروحا منها تسعة هل نستطيع؟ لا نستطيع أبناء بناتي نحتاج لإعادة التجميع سنأخذ واحد أبناء بناتي من أجزاء العشرة هنا الثمانية كم يبقى؟ يبقى سبعة طيب هذا الواحد سأعيد تجميعه بعشرة في منزلة أجزاء المئة فستكون هنا عشرة عشرة مطروحا منها تسعة تساوي واحد سبعة مطروحا منها أربعة تساوي ثلاثة الفاصلة تنزل هنا صفر مطروحا منها صفر صفر إذن الإجابة هي واحد وثلاثون جزءا من مئة بارك الله فيكم نتحقق من إجابتنا باستعمال الجمع فنستطيع أن نقول واحد وثلاثون جزءا من مئة مضافا إليها العدد المطروح وهو تسعة وأربعون جزءا من مئة واحد زائد تسعة تساوي عشرة إذن صفر ونضع هنا واحد طيب يا أبطال واحد زائد ثلاثة أربعة أربعة زائد أربعة تساوي ثبانية الفاصلة هنا وصفر زائد صفر صفر إذن ثمانون جزءا من مئة وهي تكافئ ثمانية أعشار إذن إجابتنا أبناء بناتي صحيحة إذن بهذا الشكل أجبنا على هذه الأسئلة وننتقل إلى السؤال الرابع تفضل يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين صوت الإجابة بارك الله فيكم إذن الآن سنقوم بالطرح أولا أبناء بناتي سأكتب الأعداد وأرتبها أبناء بناتي كل منزلة تحت المنزلة التي تقابلها إذن أربعة فاصلة ستة سبعة وستون مطروحا منها اثنان وستة وثلاثون من مئة الآن نطرح يا أبطال لاحظوا وضعنا الفاصلة تحت الفاصلة الأحاد تحت الأحاد أجزاء العشرة تحت أجزاء العشرة أجزاء المئة تحت أجزاء المئة الآن نبدأ بطرح بأصغر منزلة وهي أجزاء المئة هنا سبعة مطروحا منها ستة تساوي واحد ستة مطروحا منها ثلاثة تساوي ثلاثة الفاصلة وصلناها نكتبها أربعة مطروحا منها اثنان تساوي اثنان إذن الإجابة هي إثنان وواحد وثلاثون جزءاً من مئة الآن نتحقق من الإجابة ابناء بناتس سنستعملها للجمع فنقوم بجمع إثنان وواحد وثلاثون جزءاً من مئة مضافاً إليها إثنان وستة وثلاثون جزءاً من مئة وهو العدد المطروح إذا كان الناتج مطابق للعدد المطروح منه فإجابتنا صحيحة خلونا نطرح نأخذ لون آخر أو عفواً نجمع واحد زائد ستة تساوي سبعة ثلاثة زائد ثلاثة تساوي ستة الفاصلة نكتبها هنا إثنان زائد إثنان تساوي أربعة إذن بهذا الشكل تحققنا من صحة إجابتنا لماذا؟ لأن ناتج الجمع هو نفسه العدد المطروح منه الآن ننتقل وإياكم يا أبطال إلى السؤال الخامس وتفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين صالت الإجابة بارك الله فيكم نبدأ يا مبدعين فنقول الآن ثمانية واثنان وسبعون جزءا من مئة مطروحا منها اثنان وخمسة وتسعون جزءا من مئة ولاحظوا أن وضعنا كل منزلة تحت المنزلة التي تقابلها نبدأ بالطرح يا أبطال بمنزلة أجزاء المئة اثنان مطروحا منها خمسة هل نستطيع؟ لا نستطيع إذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إعادة التجميع فنقول ابنائي بناتي سنأخذ من السبعة هنا واحد كم يبقى؟ يتبقى ستة طيب هذا الواحد اللي أخذناه سنعيد تجميعه بعشرة في منزلة أجزاء المئة ولدينا هنا اثنان إذا عشرة زائد اثنان تساوي اثنى عشر اثنى عشر زائد المطروحا منها خمسة تساوي سبعة طيب يا أبطال ستة مطروحا منها تسعة هل نستطيع؟ لا نستطيع كذلك نحتاج إلى إعادة التجميع فنأخذ واحد من الأحد فيتبقى لدينا هنا سبعة وهذا الواحد سأعيد تجميعه بعشرة في أجزاء من عشرة فتكون عشرة زائد ستة تساوي كم يا أبطال؟ ستة عشر إذن هنا ستة عشر مطروحا منها تسعة كم يا أبطال؟ مبدعين بارك الله فيكم سبعة الآن يا مبدعين وصلنا للفاصلة ننزلها سبعة مطروحا منها اثنان تساوي خمسة إذن الناتج هو خمسة وسبعة وسبعون جزءا من مئة تبقى علينا أن نتحقق من صحة إجابتنا ما رأيكم الآن أن نستعمل التقدير يا أبطال؟ يلا بارك الله فيكم ثمانية واثنان وسبعون جزءا من مئة سنقربها إلى أقرب أحد فتكون تسعة بارك الله فيكم مطروحا منها اثنان وخمسة وتسعون من مئة نقربها إلى أقرب أحد فستكون كم؟ ثلاثة بارك الله فيكم تسعة مطروحا منها ثلاثة تساوي كم؟ ستة إذن هذا الناتج التقديري بارك الله فيكم لعمليتنا ونلاحظ أن ستة قريبة من خمسة وسبعة وسبعون جزءا من مئة إذن بمشيئة الله إجابتنا صحيحة وبهذا نكون أجبنا على هذه الأسئلة الآن نمسح وننتقل إلى السؤال التالي هنا يقول يبلغ طول أطول امرأة في العالم مترين وواحد وثلاثون جزءا من مئة بينما يبلغ طول أطول رجل في العالم مترين واثنان وسبعون جزءا من مئة كم يزيد طول أطول رجل عن طول أطول امرأة تفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين صلت الإجابة بارك الله فيكم إذن سنقوم بالطرح أولا بارك الله فيكم فنقول 2 و 72 جزءا من 100 مطروحا منها كم؟ 2 و 31 جزءا من 100 الآن نطرح يا أبطال رتبناها الآن كل منزلة فوق المنزلة التي تماثلها 2 مطروحا منها 1 تساوي 1 7 مطروحا منها 3 تساوي 4 7 الفاصلة هنا 2 مطروحا منها 2 صفر إذن وصلنا أبناء بناتي للفرق صح ولا لا؟ فنستطيع الآن أن نقول أنه يزيد طول أطول رجل عن طول أطول امرأة بكم؟ مبدعين ب41 جزءا من 100 متر إذن بهذا الشكل نكون أجبنا على هذا السؤال الآن نمسح وننتقل إلى الأسئلة التالية للسؤالين 21 و 22 استعمل البيانات في الجدول المجاور ولدينا هذه البيانات الرياض وعدد سكانها بالملايين المدينة وعدد سكانها بالملايين الشرقية وعسير كذلك السؤال رقم 21 يقول كم يزيد عدد السكان في أكبر المناطق سكانا على عدد السكان في أقلها سكانا تفضلوا يا مبدعي تفضلوا يا مبدعي هاي مبدعين صالت اللي جابة؟ بارك الله فيكم إذن في سؤال رقم 21 يا أبطال كم يزيد عدد السكان في أكبر المناطق سكانا على عدد السكان في أقلها سكانا؟ أقل أو أفن أكثر السكان في منطقة الرياض وأقل السكان في منطقة المدينة المنورة نوجد الفرق بينهما هاي يا أبطال كم سيكون؟ مبدعين ستة ملايين وثمانية أجزاء من مئة إذن بهذا الشكل نكون أجبنا على سؤال رقم 21 الآن ننتقل إلى سؤال رقم بارك الله فيكم 22 والذي يقول ما العدد الإجمالي للسكان في الرياض والشرقية والمدينة المنورة؟ تفضلوا يا أبطال تفضلوا يا أبطال هاي مبدعين وصوت الإجابة؟ بارك الله فيكم المطلوب أبناء وبناتي أن نوجد العدد الإجمالي للسكان في الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة إذن نحتاج أن نجمعها أبناء وبناتي إذن سنجمع هذه الأعداد فسيكون كم يا أبطال؟ مبدعين مبدعين 15 مليون وكم يا أبطال؟ و 24 جزءا من 100 إذن 15 مليون و 24 جزءا من 100 إذن بهذا الشكل نكون أجبنا على هذا السؤال ومع هذا السؤال أبناء وبناتي نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا فائق التحية والاحترام في أمان الله